دحية الكلب مع جبريل في النصوص الإسلامية أحيانا يكون دحية وأحيانا يكون جبريل لكن دحية ما كانش موجود في الفترة المكية أبدا كما رأينا سورة الأنعام تنفي أن ينزل الله ملك حتى لو على شكل رجل لأنه سيختلط الأمر على الناس يقول لنا الرازي في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام كان الواجب على من شاهد دحية ألا يقطع بكونه من البشر بل الواجب التوقف فيه يعني لو كنت في عهد محمد وشفت دحية كان لازم تسكت لأنك ما تدرج تزم هل هو دحية أم جبريل لا أدري يمكن جبريل يمكن دحية إذن من جبريل ومن دحية طالما أنه في واحد هو الذي يقول لنا متى يكون جبريلا ومتى يكون دحية محمد هو الوحيد الذي يقول للآخرين في أي وقت هو دحية وفي أي وقت هو جبريل الناس الآخرون لا يعرفون السورة سورة الدحية في كل الأحوال في فيض القدير يقول قال تعالى نزل به الروح الأمين فالنازل بالوحي جبريل والسورة سورة الدحية فكان يظهر بسورة الدحية فيعلمه النبي ملكا ويظنه الناس بشرا إذن الوحيد الذي عنده هذه المعرفة أنه فعلا الملك هو محمد طيب كيف نعرف متى كان جبريل ومتى كان دحية دحية السيد في لسان العربي يقول وأصل هذه الكلمة السيد بالفارسية قال الجوهاري دحية بالكسر هو دحية بن خليفة الكلبي الذي كان جبريل عليه السلام يأتي في سورتي وكان من أجمل الناس وأحسنهم سورة طبعا الرئيس الزعيم الجميل ذو السورة الحسنة هو الطاب على فكرة دحية ظهر في المشهد ابتداء من السنة التانية للهجرة فما فوق ملوش أتر طيب لما جبريل كان يظهر في الفترة المكية كان يشبه من في تفسير الطابري لسورة الجمعة يعطينا شيء مهم فالسر التاني الذي سأكشفه أنه دحية تاجر شامي أتى من الشام رومي الملامح رغم أن أصوله عربية لكن رومي الملامح أبيض يختلف عن بشرتهم شخص جاي من مكان آخر عن السدي عن قرة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قال جاء دحية الكلب بالتجارة والنبي قائم في الصلاة جاء دحية في التجارة والنبي قائم في الصلاة يوم الجمعة فتركوا النبي وخرجوا إليه فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوان فضوا إليها وتركوك قائما حتى ختم السورة لو كان دحية مسلم لماذا لم يترك تجارته ويشارك المسلمين الصلاة والظاهر أنه ليست هذه أول مرة يعني كيف إذا دحية أسلم لا نعرف ما عندناش فجأة دخل دحية تاجر شامي يجل يترب فجأة صار هو متزعم المشهد وصار جبريل يظهر في صورته شاب صغير لا ندري كيف أسلم جاب عنده تجارة عنده فلوس والرئيس زعيم واضح أنه له تأثير كبير على محمد دحية كان يعطي هدايا لمحمد لاحظ أنه جميل رئيس هو اللي بيجيب عنده فلوس غني بيجيب هدايا لمحمد عن ابن أسامة بن الزيد أن أباه أسامة قال كساني رسول الله قبطية كتيفة لباس فخم كانت مما أهداها دحية الكلبي فكسوتها امرأتي لكن على العموم أنه جاب هدايا لدرجة أنه محمد بدأ يوزع منها على ناس آخرين جاب هدايا مش فقط في هذا المكان عن الشعب عن المغيرة أهدا دحية الكلبي لرسول الله خفيني فلابسهما نجد هذا يعني موجود في روايات كتيرة لكن اخترتوا هذه الروايات بل أهدا بغلة بغلة بيضاء كان بيحب البغلة البيضاء دايما تجد وحتى جبريل حين يذكر في الروايات الإسلامية على بغلة بيضاء سبحان الله جبريل ودحية الاتنين بيحبوا البغلة البيضاء عن عائشة زوج النبي أن رسول الله كان عندها فسلم علينا رجل من أهل البيت واحد دخل السلام عليكم ودخل كأنه عنده السلطة ونحن في البيت فقام رسول الله فزعا فقمت في أثره فإذا دحيا الكلب من اللي دخلوا قال السلام عليكم دحية كويس لما خلص الأمر تدارس معها أمر طلع راح قال هذا جبريل ايه الخبر ليه دحية كان بيكلمك هذا جبريل يأمرني أن أذهب إلى بني قريدة يأمرني يأمرني أن أذهب إلى بني قريدة هو اللي بيأمرني عائشة عائشة اللي قدامها دحية هو هو دحية من يغير الأدوار محمد أحيانا يقول لهم هذا دحية وأحيانا يقول لهم جبريل بعد كده مر رسول الله بنفر من أصحابه بالثورين قبل أن يصل إلى بني قريدة فقال هل مر بكم أحد قالوا يا رسول الله قد مر بنا دحية بن خليفة الكلبي قال على بغلة بيضاء عليها رحالة لاحظ بغلة بيضاء دحية بيحب البغلة البيضاء فقال رسول الله ذلك جبريل بعت إلى بني قريدة يزلزل بهم حصونهم ويقذف الرعب في قلوبهم السيرة النبوية لابن هشام إذن هو دحية أمام الناس من الذي قال لهم إنه هو جبريل محمد فقط هل سألوا دحية نفسه لا ولا مرة نجد إنه رواية كان فيه أي كونفرسيشن أي حوار بين الصحابة ودحية نجد فقط بين محمد ودحية وهو يفسر للناس وكأنه فيه علاقة غريبة بين دحية ومحمد نائشة قالت رأيت رسول الله واضعا يديه على معرفة فرس وهو يكلم رجلا كان يكلم حد قلت رأيتك واضعا يديك على معرفة فرس دحية الكلب وأنت تكلمه قال ورأيتي ورأيتي شفتي لأحد أنه بتفاجئ أنه فيه علاقة سرية بينه وبين دحية قالت نعم قال ذاك جبريل عليه السلام وهو يقرأك السلام بالمناسبة بلغك سلامه قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته وجزاء الله وخيرا من صاحب ودخيل نعم الصاحب ونعم الدخيل نعم الضيف يعني هدف مسند أحمد طيب واختعي قل لها دحية سلام عليك يا عائشة أنا جبريل لا نجد كلام بينه وبين الآخرين كلامه مع محمد فقط يعني أبي عثمان قال قال أنبئت أن جبريل أتى النبي وعنده أم سلم طب جعله يتحدث فقال النبي لأم سلم من هذا أو كما قال قالت هذا دحية يعني مرة شافت واحد قال من هذا قالت دحية وما جاوب هاش ما سحح لهاش ولا ألا أي كلام وراحت فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه يعني خلاص أنه دحية كان عند الرسول حتى سمعته خطبة النبي يخبره خبر جبريل بعد ذلك خطب الجمعة وقال كان عندي جبريل فتفاجأت الله ما أنت بسأح حتنيش لما قلت لك دا دحية أسئلة كثيرة تجعلنا نتساءل عن هوية دحية لا أعتقد أنه اختلاق لكن أعتقد أن هذا الشخص كان له سلطة كبيرة على محمد وربما هو المصدر الكبير لده أشكركم على متابعة هذه الحلقة لنا لقاء في الحلقة القادمة بنامات الرغم ترجمة نانسي قنقر